كيف توفر 2000 يورو سنويا من فواتير الطاقة 92 ألف شخص في النمسا غيروا المزود اللي هو شركات الكهرباء سيدي الكريم أنا صراحة هذا الخبر ارتقيت أنه لازم فعلا نحن نتناوله لأنه أنا فعلا بدأ يدخل على الانترنت www يدخل على جوجل يدخل على هذا الموقع بيلاقي على أحد الخانات على اليسار اسمه شترونفر جليش أعتقد شترونفر جليش بالضبط يدخل على هذا الموقع يدخل عنوانه يدخل لديش عنده استهلاك بالشهر تقريبا يدخل لديش عدد أفراد الأسرة يعني في بعض المعلومات بيجي بيعطيه هذا فورا بيعطيه تصنيف لأفضل الشركات اللي بتعطيه أفضل سعر بمنطقته أنا أحمد عملت هيك عملت قلب منزلي عملت هيك وفعلا حصلت على سعر أقل بـ 50% من الشركة الماضية الراشة اللي كنت استعامل معها وحتى بإنفو جرات هده يعني ففعليا هاي تجربة جدا مهمة أنا رح أكتبر لكم الموقع بوصف هذا الفيديو بوصف الفيديو نعم بوصف الفيديو حتى تدخلوا كيف يمكن عملية البحث بالضبط عن أفضل نروض للشركات بعد قل الأسعار نعم بالضبط طبعا ده فبالتالي كل واحد بإمكانه أنه فعلا يعني بإمكانه أنه بإمكانه أنه يوفر مبلغ كبير من هذا الشيء طبعا ده بيتماشى طبعا مع اقتراح الحكومة أنه يكون فيه زيادة لعملية دعم الطاقة في الأيام القادمة ترجمة نانسي قنقر